هي في حالة شلال تام بهذا توصف المعارضة السورية والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل في البلاد فمقررات جونيف وما أكده المجتمع الدولي عن انتقال سياسي في سوريا لا يشمل رأس النظام السوري ومن تلطخت يداه بدماء السوريين أغرق في تفاصيل مملة سحبت البساطة رويدا رويدا من تحت آخر مبعوث لسوريا ستيفان ديمستورا وصارت أستانا هي المتحكمة في الواقع السوري وخصوصا الدول الداعمة للنظام إيران وروسيا التي ترفضان أي عمل يضر به وتعرقلان حتى تشكيل اللجنة الدستورية التي اقترحها ديمستورا العملية السياسية دخلت في حالة شلل واضحة لكل العالم السبب رفض النظام والدول التي تدعم النظام لأي مبادرة أي خطوة من أجل تطبيق سواء بيان جنيف أو القرار 2254 تركة ثقيلة من الفشل يحملها غير بدرسون المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا الذي تسلم مهامه الشهر الحالي ووصل إلى دمشق في أول زيارة له منذ تعيينه لعله ينجح فيما فشل آخرون في تحقيقه في وقت لا تزال عمليات تدوير النظام عربيا مستمرة وآخرها ما جاء على لسان الرئيس اللبناني في القمة الاقتصادية التي بدأت أعمالها في بيروت صباح الأحد مشروع بيان ختمي يصدر عن القمة حول أزمة النازحين واللاجئين نظرا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا وأبعد من ذلك لما تشكله من مخاطر وجودية على النسيج الاجتماعي القائم في المنطقة فأي خطر يشكله هؤلاء النازحون الذين يموتون يوميا في سقيع المخيمات ويجبرون على العودة إلى مناطق النظام رغم وجود خطر عليهم لكنه عالم لا يعرف إلا مصالحه وها هو يقف متفرجا على واشنطن التي تريد سحب قواتها من سوريا في حركة يراها المراقبون أنها تصب في صالح النظام وحده الذي يتهيأ لملء الفراغ وكأن العالم ناسي أو تناسى ما فعله الأسد من قتل وتشريد ملايين السوريين هي لحظة فارقة لواقع جديد لا مبادئ فيه عنوانه مكافأة القاتل لقتله الضحية تحت يفطة إعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب